رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني الذي أيضا ذهب ليقوم بدوره وليستقل حقه الدستوري في الانتخاب من هناك ومن الواضح كما نشاهد عبر الشاشة وفي هذه اللقطات المباشرة وقوفه في الدور بانتظار أن يأتي دوره في أداء عملية الانتخاب أو أداء واقتراع واختيار من يريد من المرشحين في تلك الدائرة بشكل عام وبالمناسبة هذه هي طريقة العملية الانتخابية والبدء بإبراز الهوية وهذا ما قام به أيضا دولة الرئيس حتى هذه اللحظة وأيضا التأكد والتحقق من الهوية ومالكها وحاملها أيضا ومن ثم وصولا إلى إعطاء دفتر الانتخاب وهنا نتحدث عن أيضا ورقتين ورقة للقائمة العامة وأيضا أخرى أو الدفتر ما يسمى به الدفتر وهو لاختيار القائمة المحلية التي يكون فيها أسماء القوائم المحلية وأيضا أسماء المرشحين وبالمقابل الورقة الأولى وهي قائمة القائمة العامة أو ورقة اختيار القائمة العامة يكون فيها فقط أسماء القوائم العامة أو أسماء الأحزاب التي تمثلها هذه القائمة هنا أيضا نتحدث عن أن هذه العملية عندما تجريب يتم شرحها أيضا لكل شخص يتم تقديم له الورقة من قبل أحد أعضاء اللجنة ومن ثم يذهب إلى المعزل الانتخابي وبالتالي يقوم باختيار المرشح الذي يريد بمعزل تام عن أي من ممثلي المرشحين الموجودين داخل الصندوق أو داخل غرفة الصندوق وغرفة الاقتراع وأيضا بعيدا عن أي شخص يقوم بالاقتراب من المعزل فلا يحق لأي أحد أن يرى أو يشاهد الاقتراع بشكل عام أو عملية الاقتراع بشكل عام ولكن أيضا يكون هناك بشكل عام فقط ورقتين كما تحدثنا ورقة ودفتر ويتم وضعها بالصندوق المخصص لكل منهم فهنا نتحدث عن صندوقين موجودين في غرفة الاقتراع ويكون الصندوق الأول للقائمة العامة والصندوق الآخر هو الصندوق للقائمة المحلية التي يتم اختيار القائمة واختيار الأشخاص الموجودين داخلها أو حسب رغبة المنتخب أو المقترع بشكل عام الآن نشاهد دولة رئيس الوزراء يدلي بصوته بالدائرة الثانية في عمان وهنا يجدر الإشارة إلى أن فعليا كان هناك عملية تسكين للأصوات بشكل عام فهنا نتحدث عن وجود دولة الرئيس مقر سكن في العاصمة عمان فبالتالي وضعت الدائرة له هو دائرة ثانية في عمان وهنا نتحدث عن أماكن السكن والابتعاد عن فكرة العودة إلى الجذور العشائرية والأماكن العشائرية بشكل عام أو أماكن الأصول إذا صحت التسمية فنشاهد الآن دولة رئيس الوزراء في البعزل ليقدم أو يدلي بصوته في هذه الانتخابات والانتخابات كانت نتحدث بينها الأولى من نوع في الفترة الأخيرة خلال آخر العمليات الانتخابية التي حدثت هنا نتحدث عن مشاركة قوية للأحزاب نتحدث عن أحزاب بدأت بالانتشار على مدى 12 محافظة